يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بحضراتكم في السادسة أخبارنا كتير طبعا ومتنوعة بسيزني ما أقف مبارح مع مطش الأهلي وطلعها الجيش الحقيقة طبعا مطش أدى الأهلي بشكل كويس جدا ختم التسيزن بشكل رائع إدى فرصة لعيبة اللي مشاركتش عشان تشارك وتظهر في الصورة والحقيقة اللي عيبة ما خزلت شلال جهاز الفني ولا جماهرة وأقدموا مباراة محترمة جدا استمتعنا بيها كلنا الحقيقة اللي خلى المشهد يزداد جمالا هو لقطة اللعيبة والجهاز وهي بتتصور مع درع الدوري المشهد اتكرر كتير ولكن المتغير الوحيد فيه الأجيال جير ورا جيل ورا جيل جيل بيسلم جيل تاني راية البطولة والمشهد ده شفناه 42 مرة زي ما قلت لحضراتكم الأحساس اللي انتوا تعودتوا عليه في ملايين غيركم بتحلم بيه مرة واحدة مش 42 على كل أحوال مبروك للنادي الأهلي اللي الحقيقة يعني ما كنتش حب انه حلقة النهاردة وانا بحتفل معاكم بفوز بالبطولة ان انا اتكلم فيه اساسا هو المشهد اللي خد اللقطة او اللي حاول البعض يتصنع انه كان المشهد الرئيسي انبارح مشهد كابتن فضل وكابتن كهربا اللي فيه تقدير الحقيقة انه مجرد سوق تفاهم بسيط لكن الحقيقة اللي دخمه وداله حجم اكبر بكتير جدا من حجمه للأسف شديد الاعلام الرياضي اللي بدل ما يروح لجزئية الاهلي البطل بطل الدوري المصري بطل مصر والموسم الرائع اللي قده في ظل عدد كبير جدا من المشكلات والعقبات توقف وغيابات ورحيل وإيقافات وإلى آخره وأكتر من بطولة ورغم كده كان المشوار أكتر من ناجح بدل ما نتكلم على الأرقام القياسية اللي بيحققها النادي الأهلي بدل ما نتكلم على مشوار الأهلي في الدوري اللي حققها من خلاله عدد كبير جدا من الأرقام من الصعب أساسا على أي فريق أنه يكسرها لما نتكلم على لقطة خروج أحمد فتحي من الملعب والتحية الكبيرة لخدها لحقيقة كابتن النادي الأهلي واللي بيترجم من خلاله حب واحترام الجماهير رغم أنها عارفة أنه ده آخر موسم ليه وأنه السيزن اللي جاي أحمد فتحي هكون لابس تيشير تاني غير النادي الأهلي وهيقف وش زميله في الفريق وهيلعب لمصلحة فريق تاني ولكن ده ما قللش أبدا من حب واحترام الجمهور لنجد الجمهور مدرك تماما قد إيه أنه كان ملتزم وكان بيحب النادي وكان منتمي ليه وأنه أخلص ليه في كل لحظة لبس فيها تيشير بتاعه لقطة كانت تستحق من الإعلام بشكل كامل ومن السوشال ميديا بشكل عام أنه يقف عندها لقطة بتاعت مؤمن زكريا لقطة فيها كم كبير جدا من المعاني وكم كبير جدا من الرقي ورغم كده الحقيقة أفسد البعض هذه اللقطة تواجد طبعا كابتن مؤمن في الملعب مع كابتن محمود الخطيب وكابتن محمد فضل في وسط العابة الأهلي إهداء النادي الأهلي الدرع لإسمه مؤمن زكريا اللقطة دي جماعة كانت تستحق من كل المصريين أنا مش بكلم رياضة على فكرة بس مش بكلم كورة يعني اللقطة دي الحقيقة فيها معاني كتير جدا كانت تستحق أن نقف عندها ونتكلم عليها ونشيد بها أيام وأيام كل التأدير طبعا للنجم النادي الأهلي مؤمن زكريا وإن شاء الله بإذن الله يعني لفتة معنوية من زمالك في الملعب ومن إدارة نديك بتقولك أن نحن معاك وأن نحن في ظهرك اللقطة الكهرباء فيها قلع على التيشيرت بتاعته وكانت تحتها كلمة وإحنا في ظهرك يا مؤمن قطلعت تستحق من السوشيال ميديا ومن الإعلام أنه هو يركز عليها بشكل كبير الأطلاق دي بتهيالي كانت تحتاج مننا مساحة لكن الحق خناقة الحق بوز الفرحة أنا ما عنديش تفسير تاني ولا تبرير تاني الأهلي في كل لحظة الحقيقة بيأكد على أنه بيحترم كل القائمين وكل المسؤولين في المنظومة الرياضية وأعتقد أن سوء التفاهم اللي حصل البسيط جدا بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية اللجنة المؤقتة لإقدار اتحاد الكورة وبين محمود كهرباء لعب النادي الأهلي لم يتعدى السواني بسيطة جدا وكان من الممكن تجاوزه بشكل كبير إلا أنه طبعا فيه ناس حاول التتربص أو تتصيد المشكلة وتضخم منها وتبعد جماهير النادي الأهلي عن فرحته بالفوز وحسب البطول